اشتركوا في القناة لا طيب خلينا كمان نروح لحساب بطولات وجزئة مهمة اول لازم نعلق عليها بصراحة ماينفعش نفوتها كده قالك ايه ده حسابهم على تويتر بص بقى بركز معاي قالك لاني للتخطيط بالاهلي فتحت تحقيقا بخصوص تجدد اصابة علي معلول رقم واحد ده يا جماعة ما حصلش احنا بنقولك اهو قناة الاهلي اهو ما حصل فيش كلام ده مافيش اي تحقيق اتعامل ماشي يبقى دي اول نقطة برا خاصة بعد تصرحات طبيب منتخب تونس بان سبب الاصابات المتلاحقة هو التعجل او التعجيل بمشاركة اللاعب في المبارات الرسمية انا سمعت الراجل بتاع تونس مبارح راجل محترم جده والدكتور مميز جدا قالك ايه قالك ايه قالك مفيش اي مشكلة خالص بالنسبة لعلي معلول وجهاز فني او جهاز طب النادي الاهلي ما اصرش واحنا متواصلين معه بشكل كويس واللعب نفسه مزعلان وموجود في تونس وبتعالج وفيش اي مشكلة خالص وكل حاجة ماشي بالتنصيق يعني تصرحات معاكسة تمام طيب رغم عدم تماثول الشفاء ده ادي علقنا على الكلام ده قالك بقى كمان اصلت التاريط والنساء بتقولك التحية مع الجهاز الطب للأهلي بسبب تجدد اصابة عالي معلول ما فيش يا جماعة برضو الكلام ده وبالمناسبة احنا شرحنا لحضراتكم قبل كده ان الاسابات في العضلة الخلفية نسبة 30% ودي احصائية عالمية من اللعيبة اللي بيجي لهم اصابة في العضلة الخلفية ممكن ممكن ان تتكرر الاصابة عندهم يعني كل عشرة ممكن تلاتة منهم تتكرر عندهم الاصابة هي حاجة كده هي العضلة الخلفية دي مشكلتها عضلة صعبة عشان عضلة طويلة فبالتالي ممكن الاصابة ترجع طيب ممكن حد يقولك ايه طب ما نديله فترة كبيرة اكتر عشان يبقى خلاص نتطمن بشكل كامل مش ملهاش مقيس يعني حتى لو قعدتوا فترة طويلة كمان عشان تطمن عليه ممكن برضو الاصابة ترجع وهي العضلة الخلفية مشكلتها في كده فما فيش اي مشكلة خاصة بالنسبة جالس طب ومش بشكل كويس طيب خلينا كمان نروح ليه جزئية اخرى وده من حساب الاهرام على تويتر واللي بيقول ان الاهل يطير الى سودان عصر الاربعة واحنا عارفين الاهل عنده مباراة مهمة جدا مع المريخ السوداني طبعا فريق مميز رغم انه ممكن مش بيظهر بالشكل المتوقعين خلال المباريات السابقة في دور المجموعات لكن يتبقى المباراة غاية في الصعوبة وخصوصا ان المريخ لسه عنده امال في المنافسة فهتبقى المباراة صعبة جدا انت عايز تحسن كل شيء في المباراة دي بإذن الله تقدر تكسب عندك معنويات مرتفعة اه في غيابات لكن في معنويات مرتفعة تقدر من خلالها بعد فوز على فيتا كلوب بالنتيجة 3-0 انك تكسب كمان خارج ارضك هناك في السودان وبالتالي هتتقهل رسميا وبعدك هتستقبل سيمبا ان شاء الله بإذن الله في القاهرة وتبقى متصدر المجموعة بإذن الله تعالى طيب نروح لليوم السابع وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا على ان المساماني يطالب معاوني بأداء تقرير شامل عن المريخ السوداني وده أمر طبيعي جدا وأكيد تم متابعة بعض اللقطات الفيديو الخاصة بفريق المريخ عشان الجهاز الفني يقف على نقاط القوة والضعف وازاي يشوف حيتعامل مع الفريق ده وازاي بإذن الله تعالى يقدر يتغلب عليه في هذه المباراة الصعبة بكل تأكيد طيب خلينا كمان نروح للوطن الرياضي واللي بيتكلموا يعني في الجزئية أخرى يبتتعلق بالزي الجديد للنادي الأهلي وان المريخ السوداني يحرم عبدالحفيز من اختيار تيشرت الأهلي الجديد وكان من المقرر او من المفترض ان الكابتن سايد يسافر علشان يشوف الزي جديد ويختاره هو الكابتن أمير توفيق وكمان الكابتن خالي بيبو لكن الواضح ان هما الاتنين بس اللي حيسافروا من غير كابتن سيد عبدالحفيز يعني أمر مش صعب حاجة عادية يعني فيش مشكلة فالش لكن في كل أحوال التركيز كله منصب على المباراة المجبلة في دولة أبطال أفريقيا أمام المريخ طيب آخر خبر معنا في تريند الأهلي وهو بخصوص المريخ واعلنوا حضور عدد من الجماهير في مباراته أمام النادي الأهلي قالك المريخي يعلم انقامة مباراة الأهلي في دورة أبطال أفريقيا بحضور جماهيري ويخصوص 80% متذاكر للأولترس أنا الكلام ده من نسبالي غريب بصراحة لأن احنا من 70 كده لأن الانتحاد الأفريقي أعلن قالك إيه قالك فيش أي مباراة أفريقية هتتلعب في البطولات الأفريقية لتصفيات أمام أفريقيا بالمنتخبات ولا حتى بطولة دورة أبطال أفريقيا ولا حتى الكونفيدرالية ما فيش أي مباراة هتتلعب جمهور فالكلام هنا مغير شوية مباراة فيتا كلوب برضو سمع أنهم عايزين يحضروا 3000 مشجع وحاجات كده غريبة المفروض يتعادل أفريقي يكون ليه قرار في الجزئية دي وده اللي احنا هنشوفه هنتبعه خلال الفترة اللي جاية ولازم زي ما الأهلي بيلعب هنا أو زي ما أي نادي في أفريقيا بيلعب على ملعبه من غير جمهور لازم لما يروح بره ملعبه يلعب من غير جمهور عشان جزئية تكافؤ الفرص وده أمر مهم جدا هنشوف إيه اللي هيحصل تحديدا في الجانب ده طيب دي كانت أخبار الأهلي في ترند الأهلي هروح لفاصل بعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم وعندنا أخبار كتير جدا كمان بتتعلق وانتخبنا الوطني هنتكلم فيها بتفاصيل استنوا